كده مش هقفز بس عايز أشوف أما يجي الناس يسأل تقول طبا جماعة أنتو في قاب 27 في شرم الشيخ حققتوا حاجة بدأتوا تاخدوا خطوات بدأتوا تعملوا بروتوكولات فيه اتفاقات فيه حاجة فعلا احنا يعني كنا من حوالي يومين تلاتا كده افتتحنا مشروع الهايدروجين الأخضر هنا في مصر مصر عملت اتفاقية مع أربا لتصدير الهايدروجين الأخضر ليها الفكرة أن الدول غرب أوروبا على التحديد عندها نقص في الهايدروجين هتجيبه منين؟ هتجيبه من المنطقة العربية وخصوصا شمال أفريقيا مين في المركز عندها؟ احنا والحمد لله قمنا بافتتاح أول مصنع للهايدروجين الأخضر في المنطقة فالدول الأوروبية اتجهت نظرها ناحية مصر وعملت اتفاقية بالفعل معها مصر عملت أو هتشرع في بناء ميناء لتصدير الهايدروجين الأخضر لأوروبا وحتعمل اتفاقية مع السعودية برضو لتصدير الهايدروجين الأخضر في دول قبضة استعدادها للاستثمار في مصر في الهايدروجين الأخضر زي استراليا زي ألمانيا زي الصين زي النرويج السعودية الإمارات كل دي دول رايحة ناحية الحاجة اللي احنا لينا فيها ميزة نسبية دلوقتي اللي انا عايز اأكد عليه ان الهايدروجين الأخضر ده هو الفكرة ان انت بتفصل الجزء بتاع الهايدروجين في الهتش تي او احنا الهتش تي او المية المية فيها هيدروجين واكسوجين هنفصل الجزء الهايدروجين اوكي وهناخده نعمل منه طاقة الطاقة دي تتسم بأنها طاقة نظيفة فعليا خالية من الكربون مقارنة بالوقود الإحفولي طب حدا هيقول لي هتعملي زي من المية وإحنا أصلا بنعاني من شح المية واحنا على شفا يعني ربنا يسطر لكن انا متفق للحياة في النقطة دي هقول له ان احنا عندنا بحرين عندنا بحر أحمر وعندنا بحر متوسط فبس مش احنا عندنا مياه عزبة احنا عندنا مياه ملحة فالهايدروجين الأخضر مش بس بيطلع من المياه العزبة ولكن ايضا بيطلع من المياه الملح طيب عملنا اتفاقية مع أوروبا زي ما قلت لك عشان نصدى الله الهايدروجين الأخضر النهاردة جون بايدن أعلن عن ان امريكا تعهدت بمنح مصر خمسين مليون دولار خمسمية خمسمية صح اه امبارح خمسمية مليون دولار لدعم التحول نحو الطاقة المتكددة والاقتصاد الأخضر منح على ما أنا متذكر هي منح هم بتخدنا انت الحدد هم يوضح المهمة هم قالوا منح هم قالوا منح غير مشروط هم قالوا منح غير مشروط هم قالوا منح غير مشروط أبطلني وهي غير مشروط فغلينا يعني معيهم ونشوف الدنيا ماشية ازاي فأنا اتوقع مزيد من الاتفاقيات والبرتوكولات في الفترة أو في الوقت اللي باقي خصوصا زي ما قلتك ما قلتلك ان مصر دولة رائدة في المنطقة في التحول للتقنط جديد دول الاقتصاد الأخضر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة